دكتور أحمد برضو أنا بسألك دلوقتي بالنيابة عن أهلينا وأصدقائنا وعائلتنا اللي عاديين يتفرجوا علينا وبيقولوا طيب هو زمان كانت الناس بتاكل سامنا بلدي وكانوا مش عارف بيفطروا بكم بيضة وكانوا بيأكلوا ازاي وكانوا بيعملوا ايه ولا كان في بقى رياضة ولا كان في حاجة وكانوا صحتهم احسن مننا الجملة دي بتتقال يعني إن لم يكن في كل البيوت في المنطقة العربية يعني أنا بعتقد في العالم كمان كله ايه تفسير الحكاية دي يعني هل العصر فعلا السابق أو العصور السابقة ما كانش فيها أمراض قلب ولا إحنا اللي خدنا حظنا من هذه الأمراض بس لا هو الحقيقة يعني الخير موجود في كل العصور يعني إن شاء الله خير فيها وفي أمتي إلى يوم الدين طبعا الحديث عن رسوله عليه الصلاة والسلام فلكن العصر القديم طبعا كان يعني أو الأجيال القديمة كان حدودك الجو أحسن من كده والاسترس أقل من كده ما كانش فيه هذا الزخم من الحياة ورفاهية الحياة والتكالب على يعني اللي موجود اليومين دول يعني صح فطبعا يعني كان مهما كان الأكل المفروض أن نقول أنه هو مش صحي بس هو حريك أصاده ما كانش فيه العربيات بهذا الشكل فكاد فيه حركة كتيرة أهلين في القرى صح يام بدري وممارسة المجهود بالزبط صح يام بدري ما فيش صهر حياة صحية طول اليوم حركة وحر يعني حضرتك اللي كانوا بيأكلوه نقول المفروض يزيدوا في الوزن 3-4 ضعاف لكن ما شاء الله كانت أجسامهم كويسة فبالتالي كل العوامل دي الصحية القديمة اللي موجودة عندهم ما بقتش موجودة دلوقتي حضرتك دلوقتي زي ما بتشوف الشباب الصغيرين مجرد ما بيطلع للرخصة بيروحها عايزة عربية على طول صح أو ركوب المواصلات أو 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 عشان كده دايما بعض أنصح الناس يعني لو ما عندكش الوقت الكافي للمشي اركن عربيتك بعيد عن المكان اللي انت رايح له مثلا عشر ده ربع ساعة وتمشيها ده هيبقى فارق جدا يوميا يعني بيفرق المشي فعلا في صحة القلب يا دكتور جدا جدا إلى هذا الحد يا آه ده التعليمات العالمية بتقول على الأقل لتلاتين ديئة خمسة يوم في الأسبوع على الأقل لو طبعا نقدر نزود هيكون أحسن لأن ده بيزود الحرق وبيحافظ على تمشيط الدورة الدموية بيساعد على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم وبيساعد على تقليل احتياج المرضى للأدوية بتاعته تمام برضو موضوع عكسي بقى عن مرضى ضغط الدم المنخفض واللي هم أغلبيتهم بيكونوا من السيدات والفتيات يعني يعني مش عارف إحصائيا كده بلاقي أن معظم الفتيات والبنات يعني لما بيعانوا من الضغط طبعا فيه بيعانوا من ضغط الدم المرتفع بس معظمهم يعني إجمالا يعانوا من ضغط الدم المنخفض صحيح هل ضغط الدم المنخفض بنفس مخاطر ضغط الدم المرتفع هو أمر يستدعي برضو الملاحظة والعلاج والفحص لكن هو مرضى الضغط المنخفض بيبقى نتيجة لحجم الاتنين يا أم مريض عنده مشكلة في عضلة القلب مش قادرة ضخ الدم فبالتالي بيعمل ضغط منخفض يا أم زي ما بقى حاجة بتقول كده عند معظم أو كتير من البنات والسيدات كل حاجة سليمة بصدقتها منخفض وده يرجع لقلة شرب السوائل فما فيش ضغط بيتخلق أصلا أو الضغط بيبقى يعني منخفض ولذلك برضو دايما بنقول الناس متوسط شربنا للسوائل المفروض يكون من 3 ل 4 لتر في الشتاء ومن 4 ل 5 لتر في الصيف والواحد مننا الدكتر محمد في يومه الزحمة والمليان إنما بينسى يشرب مية أو سوائل بيلاقي نفسه فعلا تركيزه أقال وممكن يكون فيه انخفض في ضغط الدم ولكن في اليوم اللي بيشرب فيه سوائل كتير بيلاقي إنه هو فاية وعشان كده برضو الشباب اللي بيلعبوا رياضة أهم حاجة بيتقالهم اشربوا مية أو سوائل كتير عشان يقدر يعمل مجهود وضغطه ما ينخفضش يعني استكملا لكلام حضرتك أنا يعني عايز أقول معلومة قارتها وفوجئت بيها الحقيقة كان في بحث طبي في أحد الجامعات الأمريكية قالوا استخلصوا يعني قالوا أنه بمجرد إحساسك بالعطش يعني لما تحس إنك عطشان ده معناه إنه متبقي في طقتك الداخلية 30% يعني فأنا بس الحياة المفاجأة كان بالنسبة لي دلوقتي فكرة إن مرضى الضغط الدم المنخفض إنه ممكن يكون من الأسباب عدم شرب السوائل لأنه يعني كتير قوي من البنات والسيدات يعانوا فعلا من انخفاض الضغط وبيبقى عندهم فعلا يعني هبوط وأعراض فممكن يبقى الحل بهذه البساطة بقول لهم رشدتكو شرب ومي والله طيب ده حاجة يعني كويسة جدا طيب هنستكمل برضو أسئلتنا اللي إحنا بنسألها بالنيابة عن كل المشاهدين في أمراض الضغط يعني مرضى الضغط دم المرتفع عادة حضرتك قلت المريض بتبعه على المدى القريب والمدى البعيد شوية عشان نتطمن إمتى الدواء بيتغير يعني بمعنى آخر هل فعلا بعد فترة لأن دي أدوية مزمنة أو أمراض مزمنة هل اللي بياخد الدواء بيفضل بقى ياخده يعني فيه ناس تقعد تاخد الدواء سنين فعلا يعني هل الدواء يعني يستحسن أنه يتغير كل فترة يعني ولا طالما الدواء يؤدي النتائج نخليه زي ما هو مظبوط طول ما المريض اللي قدامي ضغطه مظبوط مفيش أي داعي لتغيير الدواء الدواء حضرتك بيتغير فعالتين لو الضغطة حصل فيه اختلال أو ماش بقاش مستقر زي الأول أو لو المريض حصلت له أعراض جنبية من الدواء فبيتغير لكن لو جالي حضرتك مريض ضغطه مظبوط بقوله اللي مخلي ضغطك مظبوط تمشي عليه حتى يربي لو عود جرجير المهم مدام ضغطة احنا بندي الدواء لها دكتور محمل عشان ضغطه يبقى مظبوط فلو ضغطه مظبوط خلاص أنا مش محتاجة أغير الدواء لكن زي ما حضرتك أشرت كده مع الوقت ممكن فعلا الدواء يتغير نتيجة إن المريض حصل اختلال في ضغطه لأن ورد حضرتك تحصل متغيرات في الجسم وساعتها الدواء مبقاش كافي للتحكم في الضغط ونلاقي المريض ضغطه بيعلى فبضطر طبعا أزود الدواء أو أزود الجرعة أو أغير المادة الفعالة يخش في أي حالة مرضية تانية فضغطه ينزل فطبعا بضطر أن أنزله الدواء أو الجرعة فبالتالي ما ينفعش حد يقول أنا بأخذ دواء وماشي كده لا أي حاجة حالك محتاجة متابعة أنا بأخذ دواء ضغط فمدام أنا ضغطي مستقر في الفترة الأولانية على المدى القصير والبعيد أتبع ضغطي كل شوي حتى لو شيكت على ضغطي مرة كل يومين أو ثلاثة عشان لو لقيت في أي متغيرات على طول يحصل تعديل في الدواء لأن الدواء هي تركيبة سبتة لكن أنا طبيعة متغيرة فممكن الحاجة التي كانت مستقرة في الأول لا تبقاش مستقرة والذي ضغطه مستقرة على الدواء نجده كامل عليه دلوقتي هنروح ناحية التخصص الآخر الدقيق لحضرتك يا دكتور أحمد وهو القسطرة القلبية وعايز حضرتك تحكي لنا الحكاية بتاعت القسطرة لأن هي من بدايات ظهورها ولغاية دلوقتي في ناس كتير بتتعامل معها لأنها إجراء خطير وأنه يعني لما الطبيب بيقول إحنا نحتاج نعمل أسطرة على القلب فيبتدي يبقى فيه خوف وتوتر يعني حضرتك كلمنا بقى عن الأسطرة القلبية وفهمنا كده يعني إيه الأحوال اللي بنحتاج فيها الأسطرة القلبية هل هي فعلا تكنيك أو إجراء طبعا إجراء تداخلي هل فعلا يحمل أي قدر منها الخطورة هل هي يعني هي تشخيصية وعلاجية وإيه التطور اللي حصل فيها طيب الحقيقة الأسطرة هي إجراء طبي بيتعمل لتشخيص مشاكل الشرعين التاجية وعلاجها في مرضى قصور الشرعين التاجية بمعنى يا دكتور محمد لما ييجي مريض جاي في الطوارئ بأزمة قلبية حادة بتكون عنده سواء زبحة صدرية أو جلطة في القلب التصرف السريع فورا لإنقاذ حياة المريض ده هو دخول الأسطرة لتصليح الشريان المسدود المسؤول عن حالته الإسعافية دي لأن المريض ده حضرتك بيكون عنده سدد وانسداد كامل في شرعين من الشرعين اللي بيغزي القلب ده طبعا بيهدد الحياة وبيهدد عضلة القلب وممكن يؤدي إلى توقفها فبالتالي التوصيات الطبية والعالمية بتقول أن المريض مجرد ما يتشخص أنه عنده هذه الحالة الطرقة لابد من دخوله الأسطرة في خلال 60 ل 90 دقيقة من تشخيصه بندخل على طول بالأسطرة عشان نوصل للشرعين المسدود ده وبيتم فتحه على طول عن طريق تركيب دعامة والدم يرجع تاني للقلب وكأن شيئا لم يكن بإذن الله الحالات التانية اللي بتبقى محتاجة أسطرة مريض جيء بدري عن المشكلة اللي قلت الحراكة عليها دلوقتي دي يعني واحد جاي يكشف عادي خالص عنده ألام في صدره لما عملنا له الفحوصات المبدئية زي رسم القلب أو الموجات الصوتي على القلب أو رسم قلب بالمجهود لقينا عنده قصور شرايين اللي هو لو تساب هيعمل الجلطة والزبحة دي فدي بنسميها تشخيص مبكر وطبعا بيبقى الأفضل لأن المريض اتشخص بدري فبالتالي بندله أدوية وبيتم عمل أسطرة لاستكشاف المشكلة اللي موجودة دي وعلى دوق الأسطرة بيتم تحديد الخطة العلاجية وارد أن يكون عنده تضيق بسيط في الشرايين التاجية لا يستحق تركيب دعمات لو التضيق اللي موجود ده 40% من قطر الشريان أو أقل فساعتها المريض بيمشي على علاج دوائي من مسيلات وأدوية موسعات للشرايين التاجية وأدوية للكوليسترول عشان الديق ده ما يزيدش مع الوقت ويحتاج أي تدخل لاحقا أو ممكن يكون التضيق اللي موجود ده أشد من الطبيعي ويكون درجة الضيق شديدة ده اللي بنتدخل فيه بالدعمات في نفس الوقت على طول وأنا بالأسطرة التشخيصية أروح داخل بالدعمة عشان أصلح الشريان ده ويتفتح الشريان ويرجع الدم يمشي للقلب تاني وفيه طبعا بعض المرضى بتكون التضيقات اللي فيها شديدة الدعمات ما بتقدرش أنها تصلحها وساعتها بنرسل المريض لإجراء عملية القلب المفتوح لتعديل أو تغيير الشرايين وزراعة الشرايين الجديدة طيب الأساطر القلبية حصل فيها تطور كبير منها يعني بقينا دلوقتي نسمع مصطلح كمان الدعمة الزكية إيه هي بقى الدعمة الزكية الأسطرة الأول كانت بتتعمل عن طريق الرجل دلوقتي بقيت تتعمل عن طريق الإيد فساعتها المريض ممكن يخرج في نفس اليوم مش بيضطر أنه يبات زي الأول الدعمات حضرتك هي كذا نوع في الأول كانت الدعمة العادية وده ما بقيتش موجودة خالص وكان فيه دعمة اسمها دعمة زيتية الزوابان ظهرت في 2014-2015 وبعد كده ما بقيتش موجودة غير الأغراض البحثية فقط لأن اتضح أن هي ما بتقديش أي فوايد أكتر من الدعمات الزكية اللي هي موجودة حاليا الدعمات الزكية أو الدوائية هي دعمات مغطة بدواء ومعدة إعداد معين بحيث أن هي تخلي الدواء يفرز داخل الشرايين عشان يحافظ على فتح الشرايين وفتح الدعمات وبتكون عمرها أطول وحالتها أحسن خصوصا لمرضى السكر طيب يعني أنا بشكر حضرتك جدا على المعلومات عن الأساطر الأسطرة القلبية يعني نستنتج من كلام حضرتك أنه إجراء الأسطرة القلبية أصبح أو أصبحت خطوة غير مقلقة للمريض يعني المريض اللي يتقال له أنت بحتاج أسطرة مش المفروض أنه يقلق أو يكتائب أو يخاف أو كده لا خالص سيدة محمد لأنه هو الألأ هيبقى أكتر لو حصلت مشكلة من وراء شرايينه ما تمش علاجها والحقيقة الأسطرة بتتعامل ببنج موضعي ما فيش بنج كل ولا حاجة المريض مش بيحس بأي ألم لأنه طول ما إحنا دخلين بالأسطرة في الشرايين الشرايين من جوه غير مغذب الأعصاب فبالتالي ما بيكونش فيه أي ألم ولا حاجة وبيبقى المريض صاحي وفايق وشايف شرايينه يعني حتى بنقعد نهزر معنا نقول له بص على الشاشة معنا كده وإحنا شغالين والإجراء بيبقى بسيط وبيحمل قدر من الأهمية في إنقاذ المرضى لما المرضوع أو المشكلة تتشخص بدري تمام دكتور أحمد في الجزء الأول من حوار حضرتك في بداية الحلقة أذكرت أنه من الحاجات اللي بقت مسببة لظهور أمراض القلب عند الشباب ظاهرة يعني كثرة التدخين صحيح والحياة دلوقتي الواحد بيشوف التدخين والتدخين الإلكتروني وما إلى ذلك التدخين مؤثر إلى هذه الدرجة فعلا على عضلة القلب لأنه فيه كثير قوي يتعاملوا مع مشكلة التدخين على أنها تخص للجهاز التنفسي لكن عايزين ننبه النسبة ونعرفهم تأثير التدخين سواء العادي أو الإلكتروني على القلب والأوعية الدمائية التدخين من أخطر المشاكل اللي ممكن تأثر على الجسم كله بما فيها الآن بكل أشكاله بكل أشكال السجاير والشيشة والفيب واليعني حتى حضرتك لما طلع أقول كلمة الترند الجديد بتاع الفيب والهيتس والحاجات المستحدثة دي كان داخل في دماغ الناس أن هي ما فيهاش أطران ما فيهاش بتدي بس قدر النكوتين للجسم يحتاجه كل ده كلام الحقيقة عاري من الصحة والدراسات الأمريكية الحديثة أثبتت أن خطورة الحاجات المستحدثة دي في نفس خطورة التدخين بتأثر جدا على الشرايين دكتور محمد وبتعمل مشاكل جسيمة في الشرايين وحدوث القصور والانسدادات بشكل مبكر وحتى المريض لما بيتم تصليح المشاكل الشرايين دي في الأول يعني بالأسف بنلاقيه ملتزم وبعد كده بيرجع مع الوقت يدخن تاني فبيحصل انتكاسة بشكل جديد لأنه بيتخدع في الصحة تولي نفسه بقى كويس وقى أحسن من الأول ونفسه بقى كويس وحركته بقيت أحسن والألم اختفت تماما فيرجع مع الوقت كده للأسف الشيطان بقى بيدخل مدخله فالمريض بيرجع لتدخين تاني وبتحصل مشاكل كبيرة فالتدخين هو من أكبر المصائف التدخين بكل أشكال الالكتروني والكلاسيكي والكلام مزموط اسمح لي دكتور أحمد دلوقتي نروح ناحية موضوع آخر بيشغل بال قطاع عريض قوي من جمهور نحن بقى في حكى أن يوم السبت وهم الأمهات المرأة أو الزوجة الحامل دايماً يبقى فيه توصية أو لما بتتابع يعني علاجة المتابعة الحمل يعني دائماً ما بيتم مراجعة ضغط الدم عندها وبيبقى دايماً فيه خوف من ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل عايزين نتكلم مع حداك دلوقتي بقى عن حالات ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل مبدئياً العلاج اللي بيكون مناسب في الحالات الزي دي هل هو بيكون يعني علاج يشبه العلاجات التقليدية ولا الزوجة الحامل بيكون لها معاملة خاصة موضوع الضغط عند الحوامل برضو من أهم الموضيع لأن زي ما حاجة بتشوف كده في أهلين أو معارفنا تيجي الأم الحامل أول ما تكشف قبل ما تخش الدكتور النسا بيكون فيه إياس للضغط والنبضة على الطول لتشخيص الموضوع أو المشكلة لو في بدايتها لما بيكون فيه ضغط مرتفع عند الحوامل مش بالضرورة أبداً دكتور محمد يكون حاجة يعني مكملة معاها أو تبقى حاجة مستمرة معاها ممكن تبقى حاجة عارضة يعني بالضبط ممكن تكون حاجة عارضة في وقت معين من الحامل ممكن تكون حاجة عارضة في الوقت الكامل بتاع الحامل وممكن تستمر معاها شوية بعد الحامل وعند بعض الناس ممكن تكمل معاها بس مش بالضرورة أبداً يكون المريضة أو الأم الحامل أو المجلة ضغط يبقى هي مريضة مزمنة للضغط بالتالي لما بنشخص أن فيه ضغط مرتفع عند الأمهات الحوامل طبعا بيتم وصفة أدوية معينة هي أدوية ضغط برضو وكل حاجة لكن بتكون آمنة على الأم وعلى الجنين في الحمل بس بالظبط كده يعني الحوامل ممكن ياخدوا أدوية ضغط بس بمراجعة طبية بقى من تخصص القلب مظبوط كده فنم بتتم طبعا متابعة الضغط بشكل مستمر وحتى بعد الولادة برضو بتوصف أدوية تنفع مع الرضاعة لغاية ما نشوف إذا كان المريضة محتاجة الدواء بعد كده ولا مش محتاجها وباقي ينهي جرع بالظبط ويكون آمن على الطرفين على الأم وعلى الجنين